فاليوم نتحدث بصرع أخونا سيد أبو مصطفى السيد محمد الشاع السوداني نأمل للنجاح نأمل أن يعني ما أشكل عليه الإطار بشكل عام أن وضحه وأن يقول القضاء قولت في بعض الملفات اللي الآن عند القضاء في قضية التجسس وما إلى ذلك وأن يعني تبرأ ساحته ولكن القيادة يا ست أمان القيادة بالمدير يعني المؤسسة تعرف نجاح فريق العمل هو نجاح للقيادة بس الإخفاقات أيضا هي تشكل في هذه الجزئية ولهذا يجب أن يكون حريص يعني أنا على المستوى الشخصي الكل يعرفني وجنابش تعرفيني أنا كنت أرى استحرير جريتين سياسية ثقي ما تنزل للمطبعات ما لم أقرأ وأطلع على كل التفاصيل خشة من أن أنتقد وأنا اسمي مكتوب رئيس التحرير وبالتالي ألقى من يعني السخرية والاستهجان والحديث وإلى آخر ما ألقى فما بقى ليش رئيس وزراء رئيس وزراء يعني أكو شواهد أحيانا ما نخوض بتفاصيلها أنا شخصيا كنت حاضر بعض الاجتماعات دعينا دعوة دعوة حقيقة مستغربة مستغربة جدا أنه الدعوة فحواها الداعي الفحوا مالته أنه هو يبرئ ساحته وسوى العمل مالته وعمل منسق مرتب قاضي على الفساد يتدخلون فيه كل صغيرة وكبيرة للكذا واتفاجأنا بعد أسبوع من الدعوات طرحت تسريبات صوتية هذا مكلام يعني معقول أنه ما في تمحيص وتدقيق إلى الأشياء هذا كلام ما معقول ولهذا ذهب الإطار ولم يصرح في كثير من المواقف ذهب الإطار إلى أنه أن يكون قانون الانتخابات والحكم